اشتركوا في القناة لهذا اليوم في خطاب يعتبر منعطف في عمر هذه الحكومة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي حدد السادس من حزيران من العام القادم موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة هنا أود أن أوضح بعض الأمور وأضع الضوء على بعض النقاط الرئيسية في هذا القرار قرار تحديد موعد الانتخابات ابتداء هذا القرار لم يأتي اعتباطا ولا هو مفاجأ هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيدة ومعمقة لطبيعة الظروف هذه العملية الانتخابية وما تحتاجه وما هو دور الحكومة وما هو دور الأطراف الأخرى والمؤسسات الأخرى هذا القرار لم يأتي كردة فعل ولا هو عنصر من عناصر التدافع السياسي وليس للسيد رئيس الوزراء أي نية أن يدخل في مجال التدافع السياسي خاصة في موضوع أساسي وحساس ويعتبر المهم الأساس لهذه الحكومة وكان البند الأول من منهاج الحكومة إذن هذا القرار جاء تلبية لرغبة شعبية إرادة شعبية كلفتنا كعراقيين المئات من الشهداء طالبت بإجراء انتخابات مبكرة جاء هذا القرار تلبية لهذه الإرادة هذا القرار أيضا جاء تلبية لرغبة أعلنت عنها المرجعية الدينية الرشيدة هذا القرار قرار تحديد الموعد وكرر مرة ثانية التزاما بالمنهاج الحكومي عملية الانتخابات عملية معقدة خاصة في ظل هذه الظروف المعقدة ليعيشها البلد لذلك هي بحاجة الحكومة بحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لإجراء هذه الانتخابات كي تتمكن من خلق بيئة ومناخ يسمح بإجراء انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن تأثير المال السياسي بعيدة عن تأثير السلاح المنفلت خلق أجواء مناسبة لكل القوى السياسية لكل الفعاليات السياسية وحصص متساوية من أجل عرض برامجهم الانتخابية كل هذا جاء بحساب دقيق ومتابعة مباشرة من السيد رئيس مجلس الوزراء عن طريق مستشاره للانتخابات الذي يمتلك فريقا أعد تقديرا كاملا حسب الظروف واليمر بها البلد وحسب الرغبة رغبة هذه الحكومة بتأمين أجواء مناسبة لهذه الانتخابات عن قناعة بأن ليس الموضوع مجرد إجراء انتخابات بل إجراء انتخابات حرة نزيهة مفصلية في تاريخ هذا البلد حادثة أخرى هزت الرأي العام وهزت ضمير الرأي العام وهي حادثة الاعتداء على الحدث حامد سعيد بالطريقة اللي شفتوها بالتصوير الفيديو المسجل لهذه الحادثة واطلعت على السرعة اللي أمر بها رئيس مجلس وزراء بتشكيل مجلس تحقيقي أتى ثماره وأتى نتائج بعد ساعات بتحديد الجهة المؤسسة الأمنية التي قامت قام بعض أفرادها بهذا الفعل تم اعتقالهم وإلغاء عقودهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل قبل هذا الإجراء الأول اللي أمر بالقائد العام للقوات المسلحة هو إعفاء قائد هذه القوة من منصبه وإحالته إلى الأمرة هذا التصرف لهذه العناصر من هذه القوة لا يمثل بالتأكيد جميع أفراد هذه القوة ولا يمثل بالتأكيد المؤسسة الأمنية العراقية الحريصة على حماية الناس وحماية المتظاهرين إذن أي سلوك فردي لفرد أو مجموعة أفراد لا يمكن بكل أحوال أن ينعكس على احترام وتقدير ما تقوم بها القوات الأمنية سواء لاختصاصها داخل المدن أو الحدود أو خارج المدن هنا أمر القائد العام للقوات المسلحة بإعادة تقييم تجربة تشكيل هذه القوة قوة حفظ القانون مثل ما تعرفون هذه القوة تشكلت في منتصف تقريبا منتصف شهر تشرين من العام الماضي بعد أسبوعين تقريبا من بدء الاحتجاجات بالتأكيد تتذكرون طبيعة الظروف اللي كانت محيط الأرباك اللي كان موجود عند الحكومة هكذا تشكيل بهكذا توقيت وهكذا غروف بالتأكيد تشوب تشكيله الكثير من الأخطاء لذلك قبل قليل انتهى اجتماع بعد اجتماع مجلس وزراء بين السيد رئيس مجلس وزراء ووزير الداخلية حول هذا الموضوع الغرض منه إعادة تقييم هذه القوة تشخيص مكامل الخلل طبيعة التدريب اللي تلقوا أعضاء هذه القوة محاولة إخضاعهم لتدريب مكثف حول طريقة التعاطي مع الاحتجاجات وغيرها حول طريقة التعاطي مع حقوق الإنسان وبالمناسبة هناك توجيه من القادة العام للقوات المسلحة بتفعيل المؤسسات المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية تفعيلها ليس فقط في حفظ القانون كانت كانت جريمة الاعتداء على الحدث طعنة في منظومة القيم منظومة القيم الاجتماعية اللي معروف بها العراقي لذلك لاحظت ردود الأفعال على كل المستويات السياسية والاجتماعية وغيرها وكانت رافضة لهذا الاعتداء الذي لا يمثل المؤسسة الأمنية إنما تصرف فردي لأشخاص ومجموعة أفراد من قوة معينة ستخضع لعادة التقييم مثل ما قدت لكم حادثة مهمة أيضا شغلة رأي العام وهي تعكس عن بعض مكامن الخلل والفساد الهداري واستغلال النفوذ وهي حادثة تأخير إقلاع الطائرة التي كانت متوجهة من بغداد إلى بيروت يوم 37 كانت محل اهتمام مباشر أيضا من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على الفور أمر بتشكيل فريق يتابع هذه القضية سباب حدوثها ومن هو المتورط في حادثة التأخير وصدرة أوامر من سيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن إنهاء تكليف السيد علي محسن هاشم مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ذلك لأن حتى تعيين جاء خلافا لأمر جواني سابق بالرجوع إلى سيد رئيس الوزراء فيما يخص تعيين المناصب العليا إذن مخالفة لأمر ديواني بتعيين السيد مدير عام الخطوط الجوية العراقية على اعتبار أنه سيد رئيس الوزراء ومن خلال أمر الديواني أنه هذه المناصب من صلاحية الحصرية وهذا الأمر الديواني وصل إلى جميع الوزراء والمؤسسات فيما يخص شخص آخر أو موظف آخر وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة السيد علي محسن هاشم إلى وظيفته السابق مدير الخطوط الجوية العراقية هناك أيضا سلوك ليس له ما يسوغه قانونيا وإداريا من قبل أحد موظفي وزارة النقل وبصفته أقارب السيد الوزير هذا الموظف المدعو أحمد عاصم حسين بدر وما أقدم عليه من تأخير إقلاع الطائر المتوجهة من بغداد إلى بيروت بتاريخ 37 2020 على متن الرحلة المرقمة 131 لمدة طويلة هذا السلوك بحد ذاته يعده تجاوزاً على القانون ويثير المسؤولية الشخصية أزاء من قام به كونه يمثل نوعاً من أنواع الفساد الإداري من خلال استغلال النفوذ لتحقيق منفع شخصية إذ أثبتت إجراءات التحقيق الأولية التي أجرتها اللجنة المقتصة أن تلك المنفع الشخصية ما كانت لتتحقق لو لا استغلال المذكور لنفوذه وبتعاون كل من مدير محطة بغداد الذي خالف التعليمات بالدخول إلى قمرة القيادة بعد الوقت المحدد والكلام والحديث مع كابتن الطائرة الذي أعطى الأمر بفتح الكاونتر بعد غلقه طبعاً أعطى هذا الأمر بعد الوقت المحدد مما سبب تأخر الطائرة عن الوقت المحدد الإقلاع حوالي خمسة وخمسين دقيقة المهم في هذا الموضوع أنه الأمر اللي أمر به سيد رئيس الوزراء بقدر تعلق الأمر بالسيد أحمد عاصم حسين البندر المكلف بالعمل مع السيد الوزير فقد وجه سيادته بإنهاء تكليفه وإعادته إلى وظيفته السابقة فوراً وإحالته إلى التحقيق عن فعله في التسبب بتأخير الرحلة المشار إليها أعلى وهناك تعميم عام أيضاً بخصوص تأخير الرحلات الجوية وجه السيد رئيس الوزراء بالالتزام التام والكامل بالتوقيتات حسب الجداول الزمنية المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك هذه القضية أيضاً شغلت الرأي العام وديداً هذه الحكومة ونهج هذه الحكومة هو التوقف عند هذه الممارسات التي تعبر عن وجود فساد إداري ومحاولات لاستغلال النفوذ من أجل المناثع شخصية مهتم جداً السيد الرئيس الوزراء بهذا الأمر ويتابع كل تفصيل من هذا النوع بشكل شخصي هناك أمور جرت على هامش قبل الدخول في قرارات مجلس الوزراء جرت على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم كشف الدمة المالية جراء متبع في كل المؤسسات هيئة النزاهة تطالب كل موظفي الدولة بكشف هذه الدمة يبدو أن بعض الوزراء قد تأخر في ملء الاستمارة أو تقديم هذا الكشف إلى هيئة نزاهة اليوم السيد رئيس مجلس وزراء وجه الوزراء المتخلفين عن تقديم هذا الكشف بتقديمه في أسرع وقت إلى هيئة النزاهة والإفاء بهذا الأمر على الهامش أيضا على هامش الجلسة واستعدادا للعام الدراسي المقبل من أجل تهيئة ظروف مناسبة للطلبة وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء من أجل مناقشة وإيجاد الآليات والحلول المناسبة لبدء عام دراسي جديد آمن في ظل توقع استمرار جائحة كورونا وعدم الدخول بالإشكاليات اللي دخلنا به هذا العام ودخل بها كل الدول تقريبا فاجأها وعطلت المدارس حرصا على العملية التربوية والتعليمية رئيس الوزراء وجه بتحديد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لوضع حلول لهذه القضية مجلس الوزراء فاليوم ابتدى نقاشات في جلسة اليوم حول جائحة كورونا والتحديات اللي ممكن تواجه الحكومة وتواجه المجتمع بصورة عامة مع قرب وجود مناسبات دينية ووجه السيد رئيس وزراء كل الوزارات المعنية والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لتشكيل فريق عمل خاص كي يؤمن أمرين أولا أن يكفل قدسية هذه الممارسات والمناسبات الدينية بالوقت الثاني يكفل أيضا عدم تعرفون أن هذه المناسبات تشارك بها في الظروف الطبيعية وشارك بها ملايين نكفل قدسية هذه الممارسات بالوقت الذي يجب أن تكفل الحكومة ومؤسساتها آليات وطرق الوقاية وعدم جعل هذه المناسبات وهذه الجمعات الكبيرة مناسبة لدفع باتجاه تفشي الوباء وارتفاع عدد الإصابات ومن يوم الغد تبدأ هذه الفرق عملها لإيجاد الصيغ الكفيرة بحماية المجتمع وكذلك حماية قدسية هذه المناسبات أقر اليوم مجلس الوزراء مشروع غاية في الأهمية تعلمون ومنكم قد يكون متابع بالأرقام مدى حالات العنف الأسري اللي بدأت نوعا ما ترتفع أعدادها في المجتمع العراقي اليوم كان نقاش طويل ومستفيض حول مشروع هذا القانون مجلس وزراء أقر المشروع مشروع القانون وأرسله إلى مجلس النواب وحث مجلس النواب على الإسراع بإقراره لما له دور كبير في أن تؤدي المؤسسات الأمنية العراقية والمؤسسات الاجتماعية العراقية دور كبير لها في حماية المجتمع من هذه الآفة اللي بدأت نوعا ما تكبر بالاطلاع على الأعداد اللي تتعرض لهذا العنف الأسري أنا الآن مستعد الاستماع إلى سئلتكم وكن سعيد إذا أستمع لها تضل السلام عليكم محمد عهد أنا السلام هناك لجنة شكلت برئاسة وزير الموارد المائية لمناقشة الملف المائي لسيد أليسو مع الجانب التركي متى سيتوجه هذا الوفد إلى تركيا وهل سيناقش ملفات أخرى شكرا بالتأكيد هذه القضية بالتحديد خول السيد وزير الموارد المائية بمتابعتها وقضية أساسية تخضع لاتفاقات دولية وقانون دولي بشكل عام وتخضع لتوافق واتفاقيات مع الجانب التركي بشكل خاص حقنا وحصتنا المائية محفوظة بمواثيق دولية وجانب التركي أيضا هناك تواصل بينه وبين الجانب العراقي بهذا الخصوص سيد رئيس وزراء خول وزير الموارد المائية بقيادة هذا الوفد وقيادة هذه المفاوضات وبالتأكيد بالحوار مع الجارة تركية سنضمن حقنا بالحصة المائية رغم وجود سد أليسو والسدود الأخرى الثانوية الموجودة في نفس المنطقة لكن هذه الحكومة بتخويلها لسيد وزير الموارد المائية مصر على حفظ حق العراق وحصة المائية وفق المواثيق الدولية السلام عليكم أستاذ أحمد السجاد الموسوي من العراقية الإخبارية في ظل تحديد موعد للانتخابات من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والحديث عن الانتخابات الأبكر للسيد رئيس مجلس النواب كيف ستعالج الحكومة مع البرلمان مقومات إقامة الانتخابات كقانون المحكمة الاتحادية الدوارة الانتخابية وكذلك الدعم المالي واللوجستي الذي يقدم للحكومة واسمح لي بالدقيقة أيضا هناك لجنة مشكلة في موضوع آخر لمعالجة مسألة المحاضرين المجانيين والعقود والأجراء هناك معلومات تتحدث عن تسريح أكثر من 400 إلى 500 عامل بأجر يومي وعقد من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن كيف تنظر الحكومة لمعالجة هذا الأمر شكرا جزيلا وآسف على الإطالة بالنسبة للانتخابات واستنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات لنص علي الدستور كل سلطة تقوم بدورها فيما يقص الحكومة مثل ما تحدثت بتقديمي في هذا المؤتمر فيما يقص الحكومة رأت بأن هذا التاريخ مناسب جدا كي تقوم بدورها اللازم من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة في مناخ طبيعي طبيعي ومناسب يختلف تماما عن انتخابات 2018 التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه الآن إذن هذا دور الحكومة أما فيما يخص دور مؤسسات أخرى مثل مؤسسة تشريعية مجلس النواب فهذا خاضع ستقوم بدورها بالتأكيد وهناك أمامها إكمال قانون الانتخابات والملاحق والملاحق الدوارة الانتخابية وكذلك تعديل قانون المحكمة الاتحادية هذه أدوار لمجلس النواب بالتأكيد كل مؤسسة في هذه أو كل سلطة في هذه الدولة ستقوم بدورها المطلوب منها من أجل حسم هذا الملف وإقامة الانتخابات المبكرة لحسب ما قدمنا هي مطلب شعبي ومفصل مهم في تاريخ هذا البلد وهذه العملية السياسية موضوع الأجراء اليوميين والعقود بتفصيل تفصيل قد يكون قانوني نوعا ما إلى علاقة بالموازنة وعدم إقرارها هذا العام وإلى علاقة بطبيعة أداء بعض الوزارات في الحكومة السابقة بعض الوزارات في الحكومة السابقة قامت بالتعاقد وتعيين بأجر يومي هناك وزارة قامت مئتين وعشرة ألف قسم كبير من دولة مئتين وعشرة ألف أجير يومي ومتعاقد لم يكن لهم غطاء مالي بالحكومة السابقة هذا ليس تنصل من هذه الحكومة رغم من الإجراء للحكومة السابقة غير قانوني الحكومة الحالية تبحث أي مخرج أو منفذ قانوني من أجل سد هذه الثغرة التي تسبب بها بعض قرارات الوزراء السابقين في الحكومة السابقة لن تتنازل أو لن تتعكز على أنه قرار سابق للحكومة لأن هؤلاء الأجراء اليومين والمتعاقدين أبناء هذه الدولة وهذه الحكومة مسؤولة عن حل موضوع توريطهم من قبل بعض الوزراء السابقين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم في البدء نعزي أخوتنا الأيزيدية لمرور ست سنوات على الإبادة الجماعية السوالي هو يخص قضاء سنجار وإدارة قضاء سنجار بسبب تواجد أكثر من جهات موجودة في قضاء سنجار كإدارة هذا السبب مما سبب بعدم وجود بناتحتية عدم مما يجعل أنه عودة النازحين من الخيم إلى سنجار صعوبة لعدم وجود بناتحتية من ماء وكهرباء وما شاف ذلك سؤال الثاني عندي نشيد بجهود الست فيانو وزيرة الهجم المهجرين باتفاقتها لكن بعض النازحين يتساءلون عدم استلامهم الأغلبية طبعا عدم استلامهم منحة المليون ونصف المخصصة من الوزارة شكرا جزيلا فيما فيما يخص الكارثة التي تعرض لها شعبنا الأزيدي قبل ست سنوات بالأمس التقل سيد رئيس الوزراء بوفد من الضحايا أو المثلي الضحايا الأزيديين وعبر لهم عن حرصة لإلاء هذا الملف اهتمام كبير ولا يريد سيد رئيس الوزراء أن يكون يوم الثالث من كل عام مناسب للإحتفال وننساح يوم 4-8 لذلك منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة وربما من آخر أيام التكليف هناك مستشار خاص مكلف بهذا الملف ولديه فريق كامل وبتواصل مع المعنيين بهذا الملف في سنجار وغيرها من العوائل وعوائل الضحايا والمؤثرين في هذه المنطقة وهذه الحكومة والشخص السيد رئيس الوزراء ومكتبة يول اهتماما كبيرا لهذه المأساة التي تعتبر جرحا كبيرا في الجسد العراقي الموضوع ليس كلام فقط وليس مناسب للاحتفال كل ثلاثة آب من كل عام هناك تعقيد أيضا جيوسياسي في هذه المنطقة وهذا التعقيد أيضا محل اهتمام ونظر وخطة دقيقة لإنهاء هذا التعقيد الجيوسياسي من أجل البدء بإعادة إعمار سنجار والمناطق المحيطة بها ومن أجل أيضا خلق مصالحة مجتمعية هذه الحادث تنظيم داعش الإرهابي بأفعاله هذه بعض العناصر التي تمت للتنظيم من المناطق المحيطة لداعش أحدثت شرخا كبيرا في النسيج المجتمعي في تلك المنطقة إذن قبل إعمار البناء يجب إعمار النفوس وأيضا هذا جزء يعني مهم من مهام مكتب رئيس الوزراء والفريق المكلف بهذا الموضوع وهذه القضية المهمة والأساسية السلام عليكم ندى المرسومي مراسلة قناة التغير الفضائية الشق الأول من السؤال أنه استجابة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقضية الحدث حامد زرعت الأمل لدى الكثير من المواطنين المنتهكة حقوقهم خصوصا وأنه السجناء يعني كما نعلم جميعا تمتلئ بالأبرياء يعني هل هناك مبادرة حقيقية تجاه هذا الموضوع والنظر بقضايا السجناء هذا الشق الأول الشق الثاني انتهاكات نفسية واجسدية اشتقص دي بالنظر بقضايا السجناء الأقصد السجناء الأبرياء يعني كثير من السجون ممتلئة بالسجناء الأبرياء كما حصل معه يعني سوى حامد أو غير يعني الحدث حامد فهل هناك يعني مبادرة حقيقية للنظر بقضاياهم الشق الثاني أنه انتهاكات نفسية وجسدية مورست ضد الآلاف من العراقيين باسم القانون يعني هل سنتمكن من تنظيف المؤسسة الأمنية من تلك العناصر التي أساءت لهذه المنظومة وما هو الضمان الحقيقي لعدم تكرار هذه الانتهاكات شكرا جزيلا دعني أبدأ بشقة ثانية الجدية والإصرار والإجراء السريع والاهتمام للسيد رئيس الوزراء بقضية حامد سعيد هي أكبر وأهم رادع لمن تسوى نفسه من القوات الأمنية أن يخالف القانون ويعتدي على كرامة الإنسان ويخالف مبادئ حقوق الإنسان إذن الرادع موجود هذا لا يعني أن نكتفي أو تكتفي الحكومة بالرادع فقط بل كما أسلفت هناك تفعيل لكل الأجهزة المسؤولة عن مراقبة هذه التصرفات وتحسين أداء القوات الأمنية فيما يخص ملف حقوق الإنسان شق الأول من سؤالك يتعلق هذا الموضوع بمجلس القضاء الأعلى ليس للحكومة ليس للحكومة نية بالتدخل بموضوع المجلس القضاء الأعلى باعتبار الفصل بين السلطات مبدأ محترم عند هذه الحكومة ومجلس القضاء الأعلى هو المعني بهذه القضية السلام عليكم أحمد دليمي الوكالة الغربية الأنبار كانت منكوبة حسب قرار مجلس النواب العراقي في حينها الآن أصبحت من أفضل المحافظات بشأن الإعمار تسر الناظرين السؤال هل لدى أنية لدولة رئيس مجلس الوزراء وسادة الوزراء لعقد جلسة مجلس الوزراء في هذه المحافظة التي كانت منكوبة اليوم أصبحت من أفضل المحافظات والذهاب أيضا إلى منفذ طريبي للحدود من أجل حل هناك مشاكل كثيرة يعاني منها رجال الأعمال والتجار حتى يكون رد اعتبار لهؤلاء من قبل بعض الذين هم لا يريدون تطبيق النظام في هذا المنفذ كما حدث في المنافذ الأخرى التي زارها دولة رئيس مجلس الوزراء عقد الجلسات مجلس الوزراء في المحافظات وليس مكرمة بغداد العاصمة التي تضم مؤسسات الحكومة قد تكون الأكثر حضورا لجلسات مجلس الوزراء كشكل طبيعي لكن مجلس الوزراء بإمكانها أن يعقد اجتماعاته في أي محافظة ولا تميز بين محافظة وأخرى وستشمل جلسات مجلس الوزراء تقريبا كل المحافظات العراقية لا فرق بين أي محافظة وأخرى حسب الأولوية والحاجة يعني هو ليس مكرمة وليس هدية لأبناء هذه المحافظة أن تعقد هناك حاجة ضرورية لعقد هذه الجلسة في هذه المحافظة أو تلك متى ستحيين الفرصة لعقد جلسة أو الحاجة لعقد جلسة في الأنبار من الطبيعي جدا أن تعقد الجلسة في الأنبار موضوع الطريبين والمنافذ الحدودية عموما لاحظتم الاهتمام الكبير والإجراءات الصالمة والحازمة اللي وجه بها سيد رئيس الوزراء حول هذا الملف ومنفذ الطريبين من المنافذ المهمة والأساسية من هذه المنافذ وإرادات داعمة لموازنة الدولة وخزينتها وهي محل الاهتمام وقد تكون هناك زيارات قريبة لوزراء ومسؤولين لهذا المنفذ وللمحافظة عموما الحوار متواصل مع أقليم كردستان والوفود قريبا سيزور بغداد وفد من الأقليم الحوارات متواصلة ولا خيار بين بغداد والإقليم إلا الحوار الحوار ثم الحوار ثم الحوار من أجل حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم وفق دستور وتحت سقفه واضح تفاصيل كثيرة موجودة تحتاج إلى إدامة زخم هذا الحوار من أجل تذليل كل هذه العقبات اللي موجودة في تلك الوصول إلى اتفاق نهائي ما دمنا مصررين في بغداد وفي أربيل على الحوار فلن تبقى هناك مشكلة عالقة وهذا المبدأ متفق عليه الطرفين سواء حكومة الأقليم أو الحكومة الاتحادية بتكثيف الحوارات وتبادل زيارة الوفود من أجل حل جميع المسائل المسائل عالقة تحت سقف الدستور السلام عليكم عليكم السلام أكيد الشيخ مراسل وكالة الشفق نيوز أهلا وسهلا صحيح أن الأمر مدة عام بعد لكن هل يفكر سيدي الكاظم المشاركة في الانتخابات المقبلة؟ الشيء الثاني من السؤال خلال الكلمة الخاصة بالنموعد الانتخابات قال سيدي الكاظمي أنه سيعمل على حصل السلاح بيد الدولة هذه المهمة فشلت بها الحكومات المتعاقبة بالعراق ماي الخطوة بهذا الخصوص وشكرا السيد رئيس المجلس الوزراء مكلف بمهمة محددة وهي قيادة هذه الحكومة رئاسة هذه الحكومة لحين الوصول إلى انتخابات مبكرة وهو يؤدي هذه المهمة بكل حرص وبكل مسؤولية وسيكون على رأس هذه الحكومة وفيا بالعهد بإيصال البلد إلى منعطف ومفصل الانتخابات المبكرة يؤدي هذه الرسالة وهو مصر على تأديتها مهما كلفه من جهد وثمن وراحة بال أنا أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم ونشوفكم إن شاء الله في مناسبة قادمة شكرا جزيلا على حضوركم